الحرية مطلب طبيعي يتطلع إليه الإنسان أينما كان لكن المفاهيم والأساليب اختلفت عبر الأزمان وما بين من يطالب بحرية مطلقة وما بين ذلك الذي يضيقها بالكامل ضاع جمال هذا المعنى والمفهوم ومدى أهميته لذلك حديثنا اليوم حول مفهوم الحرية في ضوء الشريعة الإسلامية كما سنستعرض نظرة الثقافات والحضارات السابقة لفكرة الحرية بالتأكيد نرحب ضيفتنا المتخصصة بتفسير الدكتورة رانا الحمصي أهلا وسهلا بك جمعة مبارك أهلا وسهلا علينا وعليكم إن شاء الله على جميع الأمة الإسلامية آمين بداية لابد أن نتعرف معك على مبدأ أو مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم الحرية في الإسلام ليس حرية مطلقة وليس قيد مطلق وإنما الحرية تعني المسؤولية أنت بقدر ما تكون حر بقدر ما تكون مسؤول الحرية ليست حرية معينة من وجهة نظرة العبد لنفسه أو نظرة المجتمع له أو كما يشاء الإنسان لنفسه وإنما نحن نعلم أن الإنسان مستخلف في الأرض فهو ليس سيدا للوجود وإنما عبدا لسيد الوجود لكن سيد الوجود أراد أن يكون بما أنزله له من شرائع سيدا في الوجود هناك فرق بين أن يكون سيدا في الوجود وأن يكون سيدا للوجود العبد الآن في الحضارات الأوروبية أو في عصرنا الحديث يريد أن يكون سيدا حتى على سيد الوجود يتدخل يعترض في كل شيء ويقول هذه حريتي لكن هذه ليست حرية صحيحة لأن الحرية أن تكون مطلبها النتيجة الصحيحة من شاء صحيح مسار صحيح ونتيجة صحيحة فلا يمكن أن أستخدم أنا الحرية التي هي حقيقة حق شرعي ميز الله سبحانه وتعالى بها الإنسان عما دون مخلوقاتي حتى الملائكة لا يمكن أن يتخذها الإنسان في مسار يخالف هذا المسار الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به نعم طيب عادة عندما نتحدث عن الحرية في مجتمعاتنا يذهب الذهن مباشرة للتضييقات على الحرية لكن قبل أن نتحدث عن هذه التضييقات والضوابط أنا أريد أن نتحدث عن مظاهر الحرية في الإسلام مظاهر تعزيز قيمة الحرية في الإسلام ما هي؟ طبعا الإسلام هو كل شريعة في الأصل نزلت من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي شريعة الله في الحقيقة لا نستطيع أن نقول الإسلام هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي شريعة الله شريعة الله منذ أن خلق هذا الإنسان إلى أن يأخذ الله سبحانه وتعالى الدنيا ومن عليها ليوم القيامة هي أن تحترم عقلك وتعطيه حريته الصحيحة أن تحترم نفسك وتعطيها حريتها الصحيحة أن تحترم إرادتك وتضعها في موقعها الصحيح فالحرية التي جاء بها الإسلام أن تعيش عاقلا مدركا غير أسير غير مقيد بعادات وتقاليد بالية غير مقيد بمعلومات تحد من عقلك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى سعة واسعة حريتك التي أعطاك الله إياها لا يمكن أن يسلبها منك أحد وجد الإسلام دين كدين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف كانت قاسية جدا كيف الآن الدولار هو المسيطر على الاقتصاد العالمي هو الحاكم في الاقتصاد العالمي كان منظومة العبيد في الاقتصاد السائد في ذلك الوقت فكل من يملك عبيدا يملك قوة أكبر يملك مقدرة على جذب المال لأنه يشغل هؤلاء العمال أكثر فلما الإسلام جاء أراد أن يعيد للإنسان حريته لكن لا يمكن أن ينهي هذا الوضع الاقتصادي العالمي لكن ماذا فعل الإسلام انتهج منهجا رائعا جدا لا خلف المجتمعات ولكن خفف مصادر هذا العبودية للإنسان استعباد الإنسان لأخيه الإنسان وفتح أبواب الحرية فإن حلفت يمين كفارته عتق رقبة إن أردت أن تعتق نفسك من النار اعتق رقبة في كل عضو من عضو الإنسان الذي تعتقها أنت تعتق عضوك من النار ولو أذنبت ولو أذنبت تكون من أصحاب الأعراف لكن لن تدخل جهنم فطبعا هذا الشيء استخدمه عقائديا عقليا نفسيا إنسانيا رجل يغضب من زوجته ويقول لن أقترب منك كفارته أيضا أن يعتق رقبة إنسان قتل إنسانا بالخطأ وهذا كان وارد جدا بسبب الرمي بسبب أشياء أخرى كفارته أيضا أن يعتق رقبة أيضا الذي قتل قتل عمد وعفية من القصاص إلى دفع الفدية أيضا عتق الرقبة قال العلماء يعني أنه يعتق رقبة من باب أولى ففتحت مجالات عتق الرقبة بشكل كبير جدا لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد للإنسان أن يعيد التصحيح في الأصل لجميع العالم مسلمين كانوا أو غير مسلمين بتقضيب المصادر وفتح أبواب العتق نعم طب حكينا فقط عن العتق والعبد وما إلى ذلك فيه طبعا سابقا كيف يعني عزز فكرة الحرية ومظاهرها في الإسلام أنا حابة نحكي شوي بالواقع بأمثلة واقعية حاليا كيف ساهم الإسلام فعليا بتعزيز فكرة الحرية وفعلا أنه الإنسان حر عزيز عابد لله أولا أولا خاطبه خطاب احترام يعني فكري سيد الوجود الذي هو الخالق يخاطب هذا المخلوق الذي خلق من تراب أو من ماء مهين وآخره جيثة خاطبه باحترام فأعطاه الخيار كله لا إكراه في الدين صحيح إن علينا للهدى الله يقول للإنسان واجبك إله واجبك موجد أن أعلمك الطريق السليم وأعلمك كل شيء صحيح وأنت حر بأن تنتقي ما تشاء لكن حريتك تعني مسؤوليتك ماذا تختار ستتحمل مسؤولية هذا الأمر فمالك أنت عملت واكتسبت لكن الرزاق هو الله فالمال بين يديك مستخلف أنت مستخلف على هذا المال فالله سبحانه وتعالى جعل لك قواعد لا تسرف لا تقتر ولا يجعلك سبيلا للاستبداد على غيرك الأمر الثاني الولاية الاجتماعية سواء كانت لحاكم أو كانت لأقل من الحاكم قاضي معلم مرشد والد أيا كان لك حدود لا تتجاوزها ولا تضيق فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يؤمن جميع قومه طبعا ولم يرد هذه الإرادة كإرادة قسرية كما يفعل الآن مع الأسف كثير من المنحرفين على الإسلام باسم الإسلام الله قال تعالى سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة في آية أخرى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين فالعقيدة التي هي التوحيد هي أسمى مطلب لا إكره فيه فمن باب أولى ما دونها لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي الله واجبه تجاه هذا الإنسان أن يبين له الصواب والخطأ أعطاه عقل كامل إرادة كاملة لاختيار ما يريد لكن جعل له مع هذا الاختيار تحمل أثر المسؤولية جميل يعني في موضوع تعزيز فكرة الإنسان الحر يمكن هذا يحيلنا لمسألة الأحاديث وربما الأفكار التي تحدثت عن مثلا تعامل المسلم مع الصلاطين وكيف أن المسلم يمكن أن يتحرر من ذلك فعذرا حدثينا عن هذه الفكرة طبعا أولا جعل قول الحق مبدأ من مبادئ الإيمان والطاع حتى جعل الطاع لولي الأمر من الدين لكن جعل الوقوف وللأمر في الحق أيضا من الدين سيدنا أبو سعيد الخد لأعطيكي مثال روى حديث اللهم صلي على سيدنا محمد قول الحق ومجاهرة السلطان بالحق قال عندما رويته كلفني أن أنضي شهرين من المدينة إلى معاوية وأملأ أذنيه كلاما نحن نعرف أن في هذا سيدنا معاوية صارت بعض الأشياء ففكري إنسان ليبلغ الحق ولكن معاوية ماذا فعل لم يتكلم وقال صدقت وقوف على الحق فيما بعد عهد الصحابة في عهد الأمويين الإيمان هارون الرشيد طبعا كان يجعل أيام للمظالم فدخلت عليه امرأة فلاحة فكري يعني الآن نحن فلاحة تدخل على الرئيس دولة ومشو رئيس دولة؟ رئيس ولايات ودول فدخلت وكان في صوتها شدة وبدأت تقول بيتين من الشعر وكان ابن الأمير ابن أمير المؤمنين قد أخذ منها أرضها عنوة دفع لها ضعفي ثمنها ما غمطها حقها ولكن هي ليست راضية أنا لا أولد أن أبيعي وهو يريد أرضها فأعطاها ضعفي ثمنها وماذا فعل أخذها منها عنوة فدخلت على أمير المؤمنين وقالت له بيتين من الشعر فهم أمير المؤمنين أن عندها مظلمة ولكن تخف من سلطة أحد المسؤولين فابنه يعرف أن أبوه زكي وسيفهم قال ألم يعطك ثمنه كما قلت أخرجي فقال سكت قال يا أمير المؤمنين ألا تراها تتكلم بصوت مرتفع قال الحق أنطقها الحق أنطقها فبمعنى أن هذا الأمر كان معتبرا جدا عند من؟ عند المسلمين لأنهم ربطوا قول الحق وقبوله بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى فهذا الأمر جدا مهم أعلى سلطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي سلطة رسول الله فكان رسول الله المبلغ عن دين الله وكان هو الحاكم وكان المرجع إليه عندما دخلت إليه امرأة وهابته قال يا مسكين عليك السكينة ما أنا إلا ابن امرأة تأكل القديدة في مكة الإسلام أعطى السلطة للحق ولم يعطي السلطة لا قوة المال ولا قوة الشخص ولا قوة الجاه ولا قوة النسب قبل الإسلام كانت هناك أخلاق جيدة كانت هناك أخلاقيات رائعة ليتها تعود من الكرم والجود وصيانة الناس ويعني من لاذ بهم كانوا يحمونه حتى ولو على قتل أنفسهم لكن مع الأسف كانت السيادة لماذا؟ لبعض الأمور الإسلام جاء ويعني أعطاها صورة إيمانية أكبر حورها إلى طريق أفضل فكانوا يتفاوتون بالنسب يعني لو أن مخزوميا قتل أحد من أقله قبيلة نسبا كان لا يقتل به بينما الإسلام قال الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى طبعا هنا الأنثى بالأنثى لا يعني أن الرجل لن قتل المرأة لن تقتل وإنما يعني لو تفاضلت في النسب ستقتل بها لكن الناس ماذا يأخذونها؟ يأخذونها على الجنس حتى ما على أسف بعض الفقهاء يعني قال لا يقتل الرجل بالمرأة هذا نفس وهذه نفس والله سبحانه وتعالى أعطى الخلاف لجنس نعم للجنسين قد قال كرمنا بني آدم طبعا كرمنا بني آدم وأيضا عندما آطى المسؤولية والحرية قال وهديناه النجدين بسورة الإنسان لو تتطلعنا لمبتدأ أو استهلال سورة الإنسان سنعرف كم هذا الإنسان مكرم على الله حقيقة وكيف أن الله احترمه وطلب من جميع المخلوقات أن تحترمه رغم الفساد الذي يخرج منه يعني الملائكة عندما قالت في سورة البقرة لله سبحانه وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها أليس يعلم الله أن هذا الإنسان سيفسد وأن الفساد سيكون أكبر نصيب في الأرض علمه لاحق وسابق سبحانه وتعالى لكن الذي ميز الإنسان به على جميع المخلوقات أن له الحرية الملائكة مخلوقات لا تعرف إلا طاعة الله ليس لها أصلا حرية في الموضوع لا تعصي الله ما أمرها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آلة مبرمجة مثل الهاتف مثل أي شيء لكن الإنسان هو الذي أعطي كل القوة أعطي الإرادة أعطي العقل وبهذه القوة عندما يترك كل شهواته ويتبع الله ساد الوجود لذلك كان من اللاق أن يكون خليفة الله سبحانه وتعالى هو الإنسان وليس أحد سواه فلا يأتي أحد بإسم الإسلام كما جاءت لو طلعنا على التاريخ الفكري للعلماء المسلمين نجد أن جاءت فرقة في أظن في القرن الثاني والثالث الجبرية الجبرية ماذا يقولون الإنسان غير مخير كالريشة في مهب الريح يعني إن أكل الله خلق له هذا الأمر وقدره وجاء على عكسها من المعتذرة الذين جعلوا الإنسان من كسرة تعظيمهم للحرية جعلوا الإنسان بمثابة الإله فقالوا الإنسان خالق أفعال نفسه وقالوا الجمال والقبح ليس شرعيين يعني لا يستنبطان من القرآن والسنة وإنما من العقل فما رآه العقل حسنا فهو الحسن وما رآه سيئا فهو السيئ كنت الفكرتين مطلقات العقل نعم الله أعطاه قوة أعطاه قدرة وملكة على فهم الحق ولكن العين بدور النور لا يصر الأذن بدون زبزبات مغناطيسية لا يمكن أن تسمع كذلك العقل إن لم يكن له قواعد وحدود لا يمكن أن ينطلق في الطريق الصحيح هذا الشيء تقييد الله سبحانه وتعالى بالحرام والحلات ليس قصرا أو تحديدا لحرية الإنسان بل لحفظها واحترامها جميل لماذا؟ لأن حرية الشخصية لا يمكن أن أستخدمها كما أشاء بالقوة التي أعطاني الله إياها وأستبد أخي المسلم أو أستبد من هو أضعف مني حتى العبد المملوك الذي اشتريته النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء العبيد الذين ما كان لهم أي قم قال إخوانكم خوالكم أولا جعلهم إخوة يعني أنا وأخي نفس النسب نفس الحق نفس القيمة صحيح كرامته من كرامتي أطعموهم مما تطعمون أنت ماذا تأكل يجب أن تطعم عبدك واكسوهم مما تكسون كيف تكسي نفسك يجب أن تكسيه ولا تحملوهم ما لا يطيقون لا تقول هذا مملوك يفعل يتعب لا تحملوهم ما لا يطيقون وإن حملتموهم فأعينوهم الأجمل من هذا أن سيد مضرب عبده في غير حق يقطص يدي طيب لابد دكتورة أن تحدثينا عن الضوابط قليلا قبل أن نختم يعني مسألة فكرة الضوابط وكيف أيضا كان في الحضارات السابقة كان هناك ضوابط مجتمعية منظومة ضابطة طبعا الحرية لم تكن مطلقة يوما الحرية لا تعني أن لا يوجد قوانين ولا يوجد حدود الآن لو رجعنا إلى التاريخ سنجد أن عدة شرائع مع أن هذه الشرائع جاءت من حضارات غير كتابية يعني لا تلتزم بالإيمان كانت تعبد الأصنام ولكن مع ذلك كانت هناك قوانين تلزم كل من الحاكم والمحكوم بقوانين وضوابط سابقا كان يعرف أن شريعة حمورابي الشريعة البابلية هي أول الشرائع لكن اكتشف من جديد أن هناك سبقتها ثلاث أو أربع شرائع وصلت إلينا لكن هذه وصلت إلينا ما قبلها لا بد أن كان هناك شيء من الشرائع والقوانين لو رجعنا سبحان الله للقرآن هل أشار إلى هذه القوانين فيما سبق؟ نعم نجد أنه عندما يخاطب الأنبياء أقوامهم كل قوم في أي مجال انحرف فيه عن الحرية أو باسم الحرية باسم القوة باسم القدرة عن طريق الحق أنبياؤهم ماذا؟ تأمرهم بالعودة إلى هذا المجال وفي ضمن الحرية أصلا فسيدنا شعيب مثلا وكان يلقب بخطيب الأنبياء لأنه كان من أجمل ما بين لقومه الشريعة الإلهية طبعا كلهم بينوا ولكن في الإفساح كان فصيحا جدا فيقول قبل أن يقول حرام وحلال كان يقول أعبد الله الذي لا إله غيره كذا ثم يقول أوفوا الكيلة والميزان أوفوا الكيلة والميزان عرفوا بالتجارة وبالسيطرة التجارية على من حولهم فكانوا يتحكمون في من حولهم يأتي ليشتدي كذا يتحكمون وأوفوا الكيلة والميزان ولا تبخسوا الناس أشيائهم هذه حريات هي شرائع ولكن هي في الحقيقة لضبط الحريات المالية وحفظ حقوق الحريات الآخرين فهذا شيء واضح حمورابي شريعته المؤلفة من 12 بندا كان من بنودها حفظ حقوق العبيد حقوق النساء حقوق الأيتام حقوق الأجراء هذا شيء مهم جدا لا نأتي ونقول الإسلام جاء وقوض الحريات فرض الأمور المحرمات الحدود التي وضعها الله سبحانه وتعالى إنما جعلها لحفظ الحرية ولكرامة الإنسان حتى لا يعد على غيره ولا يعد على نفسه نجد مثلا من حيث الحرية الفكرية ننظر مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبنون لأنه رأى أنا أصنع الآلهة مع عمي ونبيعها للناس أو مع والدي ونبيعها للناس ما رضي أن يكون هذا الاستزلال وهذا الاستعباد لمن؟ للناس على حساب غناه المادي ومكانته الاجتماعية ثم نبههم يعني هل يطعمونكم؟ هل يرزقونكم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون وويد آخره؟ فعندما سكتوا وصمتوا تبرأ مما عبد أباه ومما عبدوا وبيّن أن الذي أعبده أعطاني كل الحق هو الذي كفاني هو الذي كذا فالشرائع في الحقيقة وخطاب الأنبياء لمن دي أممهم التي ذكرت في القرآن الكريم كلها تدور حول ماذا؟ احترم حرية عقلك لا تسلمه لعادات وتقاليد وخرافات لا تجعل نفسك ضعيفا أمام شيء اعتاد الناس عليه أعطي لعقلك الحرية ليختار الصواب اعرف الصواب واختر من الصواب ما شئت واختيارك أنت مسؤول عنه لا أحد يكرهك على حق لا أحد يكرهك على باطل حتى سبحان الله في حكمنا الشرع في ديننا لو أكره السيد أمة على البغاء أو أكره عبده على قتل إنسان أو كذا لا يقتص منه لأن الإكراه هنا في الحرية والحرية والعقوبة وكلها مربوطة بماذا؟ حول إرادتك واختيارك فالحرية بالمختصر في الإسلام إرادة عقل ومسؤولية أن تريد طبعا العقل بمعنى أن تعلم لأن المجنون لا يوجد له لا حرية ولا إرادة ولا محاسبه الله سبحانه وتعالى فالله تعالى أعطانا الحرية فينبغي أن نحترم هذه الحرية إذا الخالق أعطى الحرية للعبد ما بال الإنسان يمنع الحق عن أخيه الآن مثلا نجد بعض الناس أخ مثلا أخته لم تتحجب يضربها يحبسها في البيت ومع الأسف أن هناك كثير من الناس من يقولوا أن هذا هو شرع الله هذا الكلام مرفوض هذا الكلام مرفوض أنت تنصح وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لماذا ما قال وأكرهها عليها مع أنها عماد الدين لأن في أصل العقيدة لا إكراه ففي كل مجالات الحياة لا إكراه الحرية محترمة منذ أن ولد الإنسان فقط نظرتنا للإنسان يعني نظرة الإنسان بدون توجيه إلهي للحرية جعلته ينظر بمنظار القوة فمن رأى أن القوة هي الأصل استعبد منه وأضعف منه فتجدين في الإغريق في سواهم الرجل هو الأقوى ويملك زوجته ويملك أبنائه في بريطانيا التي الآن تعتبر هي رمز الحضارة ورمز الإنساني وإلى آخره قبل مئة سنة كان يجوز للرجل أن يبيع زوجته وأولاده لوفاء دينه تخيلين نعم فمن هذا الإصراف ذهبوا إلى حرية مطلقة جعلوا للإنسان حرية أن يختار من يريد فيتزوج من جنسه أو يتزوج حيوانا وهذه مع الأسف يعني ليست شيء من الحرية بل هي امتهان للإنسان وجره مع الأسف إلى منزل أسفل من الحيوان الضوابط يعني حرية الحرية يعني إنسان صحيح الحرية بنهاية الأمر ليس أن تفعل ما تريد متى ما تريد أو كيف ما أشأت أن تفعل ما تريد بمنظومة الحق صحيح في مكان لا تضر به نفسك ولا تضر به غيرك صحيح يعني شكرا كثير لأليك لوجودك معنا اليوم لكل هذه المعلومات القيمة دكتور رانا الحمس شكرا خيري